اليمن يواجه مأساة إنسانية هي الأكبر على مستوى العالم هكذا اختصر وكيل الأمن العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ستيفن براين الوضع في اليمن أمام مجلس الأمن الدولي اليمن التي حضرت في جلسة خاصة لمجلس الأمن خصصة لمناقشة الأوضاع الإنسانية اعتبرت إلى جانب أربع دول يتهدد ملايين من مواطنيها الدخول في مجاعة حقيقية التقديرات الأممية أكدت أن ثمانية ملايين يمني جوعة ولا يعرفون من أين سيأتي غذاؤهم فيما نحو ثمانية عشر مليون يمني بحاجة للمساعدات منهم أكثر من ثلاثة ملايين يمني مشرد وهو ما يؤكد فداحة الأوضاع التي وصلت إليها اليمن خلال عامين فقط حديث أوبراين أمام مجلس الأمن أعقب انتهائه من زيارة لليمن واطلع عن كثب على قساوة الأوضاع التي يمر بها اليمنيون